رغم بروضة الطقس أكبر مسيرة في الولايات المتحدة تطالب بتعديل قوانين حيازة السلاح منذ نحو جيل اتخرج بئات الآلاف من الطلبة في الولايات المتحدة في تظاهرات أمس مطالبين بتشديد قوانين حيازة السلاح جاءت هذه الاحتجاجات تحت عنوان مسيرة من أجل أرواحنا وتضم بعض الناجين من حدث إطلاق النار الذي وقع في باركلاند بولاية فلوريدا الشهر الماضي وراح ضحيته 17 شخصا إلى جانب عدد من الجرحى